شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بدوي 2021 الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الساني الميداني باستخدام الذخيرة الحية والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة أشهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمستوى الأداء المتميز للعناصر المشاركة في المشروع مؤكدا حرص القيادات العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى مستوى من الكفاءة والاستعداد القتالي العالي كما وجهت تحية والتقدير لتلك العناصر التي لعبت دورا متميزا في القضاء على العناصر الإرهابية ببعض مناطق العمليات بشمال سيناء